الآن المعطيات تقول بأن المغرب لم يعد ذلك الذي ينتظر الحل من الأمم المتحدة وعامل الزمن يلعب دوره المغرب الآن أنا قلت لكم المرة الماضية راه لعب على عدة أصعب لا يلعب على الصعيد الدبلوماسي جاب أكبر قوة فوق الأرض طبعا القوة نتكلم عن القوة البشرية وتتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية دعمت موقف المغرب جاب دول أخرى إسبانيا ودول أخرى على الطريق وربما فيها دول قادمة كانت تعترف بجمهورية البوليزاريو ولكن ستسحب هذا الاعتراف وتجمده وأيضا شفنا مواقف دول عربية ومجلس التعاوى الخليجي وما إلى ذلك هذا الوتر الدبلوماسي لعب على الوتر الأمني وعفضت الأمور الآن إلى الاجتماع الأخير أو في معتمر مراكش الأخير الذي حضره وزراء خارجية كثير من الدول في إطار التحالف الدولي لهزام التنظيم داعش وكيف بدأت الخطوات نحو الحل الأمني أيضا هناك الحل العسكري والحل العسكري أيضا يطبخ على نار هادئة من أجل حسم الأمور عسكريا حتى المنطقة التي تسميها البوليزاريو منطقة عازلة منطقة محررة ويراه المغرب ويسميها منطقة عازلة الأمور تتجهد الآن الخيارات الأمنية قلت دائما بأن لا يمكن للمغرب أن يدرج كل البوليزاريو في قائمة الإرهاد لأن البوليزاريو كجناح سياسي راهي موجودة في الأمم المتحدة ومعترف بها منطقة الأمم المتحدة كممثل لمجموعة من الصحراويين ويجري التفاوض معها في إطار مهمة أممية لذلك المغرب سيتفاد هذا لكن الجناح العسكري أو الجيش الصحراوي غير معترف الذي يدعي أنه يمثل دولة معترفة به بعض الدول لكن الشرعية الدولية لا تحترف أصلا بجمهورية الصحراء الغربية لذلك الجناح المسلح الذي يقوم بمهام عسكرية في ظل وقف إطلاق النار اتفاق وقف إطلاق النار الذي ما زالت تراهن عليه الأمم المتحدة في حين البوليزاريو عبراهيم غالي أصدر مرسوم أصلا ألغى هذا الاتفاق أعتقد بأن الأمور تتجه نحو التصنيف الإرهابي في الفترات القادمة لكن ماذا بقي في ظل هذه التوجهات بقي هناك حجرة عاثرة في هذا الطريق تتمثل في العمل عن طريق الضغط الضغط يأتي من المغرب ويأتي من قوى أخرى من أجل أن تبتعد الجزائر وترفع يدها عن هذه القضية الجزائر تسر إصراء قاطع على أن قضية الصحراء الغربية هي قضية حياة أو موت بالنسبة للدولة الجزائرية قضية شرف بالنسبة للديبلوماسية خلاص وضعت كل أمورها يعني لم تترك حتى شوية مجال إلى المناورة يمكن أن تقع تقنع الآخرين بأن القضية قضية دبلوماسية موقف سيادي لكن أن تغرق عسكرياً وتغرق أمنياً وتغرق استخبارياً وتغرق دبلوماسية وتغرق مالياً واقتصادياً وكل الجوانب ففي هذه الحالة أنت لست صاحب موقف حيادي أو أنك في موضع يمكن أن تكون ملاحظ أو شيء من هذا القبيل لذلك أعتقد بأن المرحلة الآن بدأت تدخل مرحلة الضغط على الجزائر عندما تحدث في المرة الماضية عمر هلال على قضية ما سماه شعب القبائل الجزائر اتخذت إجراءات أنا ذاك ووصلت إلى قطع العلاقات ترى ما الذي ستفعله الآن لجب أن نفهم شيء أن القضية هذه بالضبط استعمال ورقة القبائل والنزع الانفصالية في هذه المرحلة ليست ورقة مغربية أنا أقول هالك من المغرب لا يمكن أبداً أن يحاول المساس بالوحدة الترابية الجزائرية لا أعتقد هذه في ثقافة المغاربة ولكن القضية أبعد من ذلك راه يجري التنويح بها من طرف دوائر ربما الولايات المتحدة الأمريكية عندها دور في هذه المسألة في ظل الآن الجزائر والصراع القائم بسبب حرب أوكرانيا وأيضاً ما يلان الجزائر نحو روسيا في هذه الفطرة أعتقد بأنه هذه كلها أمور ستنقلب سلباً على الجزائر إذن المسألة ما هي مسألة مغربية مسألة تصور منهج إرادة معينة هناك إرادة دولية من طرف قوى ماذا تريد هذه القوى؟ هذه القوى تريد أساساً حسم مسألة الصحراء الغربية لصالح المغرب هذه هي الحقيقة التي يجب أن يعنيها صناع القرار في الجزائر ويعيها أيضاً قادة البوليزاريو لكي يعرفوا بأن المسألة ليست مسألة عبث أو أن الأمور تجري على وفق ما يخدم أهواءهم أو ما يخدم ربما تطلعاتهم وأحلام إذن هذا التوجه خطير هو توجه دولي الحقيقة التي يجب أن نتحدثها حقيقة موجود هناك حركة انفصالية في منطقة القبائل هذه الحركة عندها جمهورها المعين ما هو جمهور كبير يعني حتى نقوله ولكن موجودين ويستطيع الآن حوار حاتم هني يدير اجتباعات ودير نشاطات ودير مظاهرات في الغرب وديرها في باريس يحضرها الألاف معناها هذه الحركة موجودة هذه الحركة ماذا تطالب؟ تطالب بمسألة تقرير مصير وتدرجت هذه الأمور بدأتها بالحكم الذاتي وصلت إلى مرحلة المطالبة بتقرير مصير وهذه المنطقة لديها مميزاتها من ناحية الهوية من ناحية الليسان من ناحية الكثير من الأمور وكل المعطيات توحي على أنه من الممكن جدا أن تتحول هذه البؤرة إلى بؤرة انفصالية بمعنى الكلمة عندما تتدخل دوائر أخرى إذن المغرب يرى بأن الجزائر تقف وراء الحركة الانفصالية التي تستهدفه لذلك قال لك أنت تلعب لي بحركة انفصالية وتدعمها وتعطيها السلاح تستهدف عسكري أنا ما نعمل لك شكل أنا نلعب لك على الوتر هذا ماذا السؤال؟ ماذا لو تمكن المغرب وأدخل قضية هذه القضية إلى الأمم المتحدة؟ أنا لا أعتقد بأنه يجري التفكير بهذه المسألة الآن المرحلة الآن هي مرحلة محاولة الضغط باستعمال هذا الملف أنا كثير من مسؤولين اللي أعرفهم متقاعدين وغير متقاعدين تواصلوا معي كلهم يجمعون على رأي واحد على أن هذا الملف يجري الآن استغلاله من طرف المغرب خليني منك شعارات المغرب يريد أن يستهدف لي وهذا عدو وصهيوني ومدرش الكلام هذا كل حطه لجانبا نتكلم بمنطق بمنطق أنت ما تنظر إلى الأشياء إلا من زاويتك أنت فقط ما يجب أن تنظر إلى زاويتك فقط أنت استطعت أن تقنع العالم على أنك طرف في نزاع الصحراء وبل أن البيت الأبيض عمل بيان من قبل واعتبر الجزائر طرف والآن كم من بيان يصدر يقول أطراف النزاع ما عاد يقول بين طرفين النزاع حتى يكون بين البوليزار والمغرب بل أن أطراف النزاع في ظل هذا الوضع وفي ظل هذه الجزائر تريد أن تتحدى الإرادة الدولية القائمة الآن التي تتجه نحو الحكم الذاتي أعتقد بأن هذه الأمور كلها مؤشر خطير للغاية على الذهاب نحو منعطفات أخرى التباري بالنزع الانفصالية بين دول عربية وإسلامية لديها تأثيرات خطيرة للغاية وسلبية على جميع المغرب في نظر أنه يعاني بالنزع انفصالية عنده قضية صارت له سكينة في خسره على مدار ما يقارب نسقر هذه حقيقة فالآن رح يوضع الجزائر أمام خيارين إما أن ترفع يدها عن هذه القضية وتتوقف عن هذا الدعم العسكري خاصة وتخلي الأمر في إطار تبقى مغربية القضية ومع الأمم المتحدة والأمم المتحدة طبعا تنطلق نحو حل هذه القضية وفق مقاربات تستنتجها من أرض الواقع أما إذا الجزائر أصرت على ما تقوم به منذ سنوات طويلة فأعتقد بأن ورقة القبائل هي الورقة القادمة في هذه المنطقة والورقة التي ستلعب ولكنها ستذر بالجميع فلا تنسى بأن المغرب أيضا عنده منطقة الريف في أفكارهم وفي إيديولوجيتهم وفي بعض تطلعاتهم أيضا يقتربون من أبناء منطقة القبائل واللعب بالمسألة العرقية في المنطقة المغاربية ستفجر ليس الجزائر فقط ستفجر الجزائر ستفجر المغرب ستفجر ليبيا ستفجر تونس وتنتد حتى إلى الدول الأخرى التي لا تنتمي إلى المغرب العربي الكبير هذه هي الحقيقة التي يجب أن يعيها الجميع لذلك أنا أرى بأن المنطقة مقبلة على مرحلة انتحارية ليس فقط بسبب التباري بهذه المسألة مسألة الانفصالية بل أيضا بدخول مشاريع معادية وخطيرة للغاية على الدول العربية حيث بدأ يتمدد المشروع الإيراني ويتصاعد في الجزائر أيضا إسرائيل دخلت على المغرب وصارت تتصاعد وربما الأمور تصل إلى قواعد عسكرية بل أنه حتى الجزائر من الممكن جدا أنه في المستقبل تصير فيها قواعد عسكرية أجنبية وشفنا هناك من بدأ يروج ويطالب بضرورة الوجود قواعد عسكرية روسية على الطراب الجزائر وإذا فتحت الأبواب للقواعد الأجنبية صدقوني بأن السيادة للجميع ستكون في مزادات لن يحضرها أصحاب الشأن في الدول المغربية هذه الحقيقة التي يجب أن يعيها الجميع لذلك مسألة الانفصالية هناك تحديات إرهابية هناك أيضا تدخل مشاريع خارجية ولم يقتصر الأمر فقط كما ذكرت على إيران وإسرائيل أيضا هناك تركيا دخلت على ليبيا والآن تبحث عن إيجاد قدم علىها في موطقة الساحل والصحراء وطبعا هذه كلها تطلعات مشروع للدول تبحث عن مصالحها المشكلة فيك عندما أنت لا تبحث عن مصالحك وفق مقاربات تخدم الدولة تبعك وتخدم شعبك وتخدم ما تريد أما أن تبقى في صراعات وأنت أصلا لا تملك مفاتيحها عند غيرك فتأكد يقين أنك ستخسر وخسارتك ستكون جسيمة هذا ما يحدث الآن للجزائر الجزائر رمت بيضها كله في سلل البوليزاريو ولم تطرق مجال للمناورة ولا هامس على الأقل للاستراحة محارب على الأقل في مثل هذه المراحل الحاسمة لذلك الأمور تنقلب رأسا على عقب عليها